من أقدم المركز الصحية في المنطقة يشكل المركز الصحي في بوكيه الوجهة الأولى للمواطنين في المدينة للاستشفاء والعلاج من الأمراض والأوبئة الموسمية أنا أزور المركز الصحي لبعض الآلام المزمنة كالصداع والمعدة وهذه هي المرة الثانية التي أزور فيها المركز في أقل من الشهرين ومع ظهور كوفيد-19 أصبح المركز وجهة المواطنين للتلقيح والفحوص من هذا الداء الخطير فيما يتعلق بكوفيد-19 فإن المركز الصحي واكب هذه الجائحة منذ أيامها الأولى بالتحسيس والكشف عن الحالات ونحن اليوم نسجل رقما مهما في عملية التلقيح وصل نسبة 35% من المواطنين ونواصل العمل حديثا لبلوغ هدف الحملة وهو تلقيح نسبة 65% من المواطنين المركز الصحي ببوغي تصادفت زيارتنا له في غمرة التعبئة والتحسيس للحملة الوطنية للتلقيح ضد الشلل هذه الحملة التي تستهدف 14 ألف طفل في المقاطعة وبلدياتها الأربع وقد اتخذ المركز جميع التدابير اللوجستية والبشرية لتحقيق هدف الحملة وهو تلقيح هذا العدد في المدة الزمنية المحددة بأربعة أيام موسيقى